النقطة التاسعة الكلام المتقدم والذي سيأتي في الأجزاء المتبقية من هذه الرسالة ليس موجها لبلد دون بلد أنا أتحدث مع الشيعة في كل مكان أتحدث مع كل شيعي منتظر ومع كل شيعية منتظرة ممن يشاهدون برامج هذه القناة ويتابعونها في كل مكان أكان هذا عبر شاشة التلفزيون أو عبر الشبكة العنكبوتية حديثي مع الجميع نحن شيعة مهدويون لا تفرقنا البلدان ولا تفرقنا الجنسيات التي صدرت عن الدول والحكومات نحن شيعة الحجة بن الحسن في أي زمان كنا أو في أي مكان نكون فإمامنا ليس محبوسا في قومية معينة أو في دولة معينة أو بجنسية معينة إمامنا إمام الكل والكل مأموم بإمامته صلوات الله وسلامه عليه النقطة العاشرة النقطة العاشرة اجعلوا هذا اليوم يوما حقيقيا لبيعة حقيقية مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل النقطة العاشرة مثلما قلت لكم قبل قليل تعالوا كي نجعل هذا اليوم يوما حقيقيا كي نبايع إمام زماننا بعقولنا وقلوبنا ووجداننا وضمائرنا هكذا نقرأ في زيارة البيعة وهي زيارة مجزة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان بحسب المرسوم لها أن تقرأ بعد صلاة الفجر في كل يوم قطعا الذي يتمكن من ذلك هذه التي أولها اللهم بلغ مولايا صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها إلى آخر الزيارة يأتي فيها اللهم إني أجدد له لإمام زماننا اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي ما المراد من العهد والعقد والبيعة العهد والعقد والبيعة قد تكون هذه العناوين بمعنى واحد فيمكنني فيمكنني أن أقول أجدد له لإمام زماني في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا ويمكنني ويمكنني أن أقول عقدا وكذلك يمكنني أن أقول بيعة ويكون المعنى واحدا ولكن حينما تأتي هذه العناوين سوية اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي يكون العهد هنا ناظرا إلى بيعة العقول لأن الشيء المعهود إنما يُعهد في العقول أما العقد فإنه ناظر إلى القلوب إلى الوجدان ومن هنا فإن الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان عقد في القلوب وعقد في الجنان لأن العقد الإيمانية ينعقد في القلوب ينعقد في الوجدان وإن كان العقل يصدقه لكن انعقاد الإيمان سيكون انعقادا قلبيا وجدانيا اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا إنها بيعة عقولنا وعقدا إنها بيعة قلوبنا ووجداننا وضمائرنا وبيعة في رقبتي أما البيعة البيعة عنوان للالتزام بنحو عملي في الواقع الخارجي من خلال الجوارح من خلال العمل المحسوس فالعهد بيعة عقلية هنا والعقد بيعة قلبية والبيعة هنا بيعة عملية بيعة العمل بالأركان الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي إنها بيعة العقول العهود وبيعة القلوب العقود وبيعة الرقاب وبيعة في رقبتي إلى أن تقول الزيارة في آخرها اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة هذه بيعة جامعة مانعة هنا هي بيعة العقول والقلوب والضمائر وبيعة الأجساد وبيعة الطاعة والتسليم والسالمية لإمام زمان اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة هذا هو المضمون الإجمالي للبيعة التي يجب علينا أن نبايع إمام زماننا بها وعلى أساسها إنها بيعة الغدير الثاني الغدير الأول سيصبح لا معنى له من دون بيعة الغدير الثاني مثلما أكملت الرسالة وأكمل الدين وأكمل التوحيد وأكمل القرآن بالغدير الأول فإن إكمال الغدير الأول وإتمام الغدير الأول بالغدير الثاني أمير المؤمنين هو الذي سمى التاسع من ربيع الأول بيوم الغدير الثاني الرواية عندنا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الذي سمى التاسع من ربيع الأول بالغدير الثاني يأخذني هذا إلى نص معرفي متميز ومتميز جدا إنني أحدثكم عن دعاء الندبة هذا النص المعرفي المتميز والمتميز جدا سبحانه وتعالى حين يكلمنا حين يخاطبنا حين يرسل إلينا رسالة إنه يفعل ذلك عبر قرآنه فالقرآن رسالة الله إلينا لكنها بحاجة إلى ترجمة ومن هنا فإن تراجمة القرآن محمد وآل محمد فرسائل الله تصل إلينا عبر قرآنه ولكن من خلال محمد وآل محمد وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذا أمر واضح لديكم ولا حاجة للوقوف عنده طويلا حينما نراسل الله كيف نراسله حينما نتكلم مع الله كيف نتكلم معه نتكلم عبر الأدعية والمناجيات وعبر زياراتهم صلوات الله عليه فهذه الأدعية والمناجيات والزيارات التي وردتنا عنهم وهي منظومة هائلة عظيمة هذه هي الوسيلة التي من خلالها نتكلم مع الله الله يتكلم معنا عبر قرآنه المفسر بتفسيرهم هو جعل قرآنه بهذه الكيفية وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم أرسل إلينا رسالة بهذه الكيفية فلابد أن نعود إليهم ومن هنا فإننا حينما نخاطبه نتكلم معه سبحانه وتعالى نتوجه إلى وجهه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء عبر الأدعية عبر المناجيات وعبر الزيارات الشريفة هذه وسيلتنا للتواصل مع الله بحسب ما رسم لنا من برنامج فإن الله يريد أن يعبد من حيث هو يريد له من حيث أريد أنا فإن الدين سيتحول إلى دين إبليسي حينئذ دين الله هو الدين الذي يريده أن يكون من حيث هو يريد خاطبنا بقرآنه ولكن عبر محمد وآل محمد وأمرنا أن نفهم قرآنه من علي وآل علي كما بايعنا في الغدير الأول وصاحب الغدير الأول هو الذي وضع لنا الأدعية والمناجيات والزيارات إنهم علي وآل علي صلوات الله علي هذه أدعيتهم وهذه زياراتهم هي وسيلتنا كي نتكلم مع الله عبر التوجه إلى وجهه إلى وجهه الأكرم دعاء الندبة في هذا الوسط الذي حدثكم عنه نص معرفي مميز جدا قطعا مثلما نصوص القرآن نصوص معرفية كذاك هي نصوص الأدعية ونصوص المناجيات ونصوص الزيارات نصوص معرفية أيضا وبامتياس وبامتياس دعاء الندبة مروي عن إمامنا الصادق ومروي عن إمام زماننا هذا هو المعروف في كتب الأدعية والزيارات هذا الدعاء هو دعاء من جهة ومناجاة من جهة ثانية وزيارة لإمام زماننا من جهة ثالثة وبيان معرفي من جهة الرابعة عجيب أمر هذا الدعاء ولذا فإن سفلة الحوزة الطفسية يضعفونه يضعفونه ويقولون من أن الدعاء هذا قد كتبه بعض العلماء ولا يملكون دليلا على ذلك ولكنهم لأجل أن يضعف الدعاء الشريف يقولون ما يقولون من هرائهم وخرائهم وسفاهتهم وتفاهتهم لشأن لنا في قذارات الطوسيين ألا لعنة على قذاراتهم ألا لعنة على منهجهم كما قلت لكم دعاء ندبة دعاء متميز جدا فهو دعاء ومناجات وزيارة وبيان معرفي الكتاب الكتاب بين يديه مفاتيح الجنات وهو الكتاب الذي في بيوتكم أمر على الدعاء مرورا إجماليا الدعاء من أوله إلى أن يصل إلى هذه الجملة فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى من أول الدعاء إلى هذه الجملة الدعاء يتحدث عن الأنبياء السابقي ثم من هذه الجملة إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله إلى هذه الجملة وناوش ذؤبانه فأودعا قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيره هذا هذا المقطع يتحدث عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وعن بيعة الغدير ثم يبدأ المقطع الثالث من هذه الجملة فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته إلى هذه الجملة أين أعلام الدين وقواعد العلم هذا المقطع يتحدث عن غدر الأمة بالعترة الطاهرة وكيف قتلوها فقتل من قتل وسبي من سبي فهذا المقطع يتحدث عن غدر هذه الأمة الملعونة بعطرة النبي صلى الله عليه وآله ثم يبدأ المقطع الرابع من هذه الجملة أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية وتنتهي عند هذه الجملة ونحن نقول الحمد لله رب العالم هذا المقطع يشتمل على مناجات وزيارة ودعاء وإظهار شوق لإمام زماننا الحجة بن الحسن ما بقي من الدعاء فإنه جاء جاء بصيغة دعاء كالصيغ الشرعية للأدعية المعروفة هذا هو التخطيط الإجمالي للموضوعات التي تناولها هذا النص المعرفي المتميز أتحدث عن دعاء الندبة الشريف الدعاء مشحون بالمضامين الذهبية الثمينة سأذهب إلى بعض جمله هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقى هذه الجملة واضحة جدا تتحدث عن شؤون الزمان غيبته صلوات الله عليه فهذا إظهار اشتياق وإعلان عن بحث مستمر للوصول إلى ساحة فنائه الشريف هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقى إنه زمان الغيبة إنه زماننا هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى فنحظى بلقائك فنحظى بقربك يابن رسول الله الكلام هو هو في زمان الغيبة هل إليك يابن أحمد سبيل فتلقى إنه زمان الغيبة إنه زماننا هل يتصل يومنا منك بعدة بموعد بعدة فنحظى هل نفوز بموعد ووفقا لهذا الموعد نلتقيك يا ابن رسول الله إنه زمان الغيبة متى نرد مناهلك الروية فنروى إنه زمان الغيبة أيضا متى نرد مناهلك الروية المراد من الروية التي يكون ماءها كثيرا متدفقا متدافعا ويكون صافيا عذبا هذه هذه هي المناهل الروية المناهل التي يكون ماءها كثيرا نابعا متدفقا جاريا متدافعا ويكون صافيا وعذبا المناهل التي وصفها هو هذا هو هذا الوصف هي التي يقال لها المناهل الروية متى نرد مناهلك الروية فنروى إنما نروى من هذا الماء الكثير العذب الصافي الذي يتدفق من هذه المناهل الطاهرة المناهل قد يقصد منها العيون وقد يقصد منها المنازل في الطريق وفي كل منزل من هذه المنازل هناك عيون هناك آبار هناك غدير هناك نهر هناك ساقية توفر الماء النقية الصافية العذب للذين ينزلون في ذلك المنزل في ذلك المنهل المنهل مفرد والجمع مناهل هل نتحدث هنا عن مياه محسوسة نحن لا نتحدث هنا عن مياه محسوسة إننا نتحدث عن عيون علم عن عيون معرفة هذا هو الكاف الشريف وهذا جزءه الأول الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة السادسة بعد المائتين إنه الحديث التاسع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين صلوات وسلام وتحيات على فناء أمير المؤمنين أمير المؤمنين هكذا يقول ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاذ لها ولا انقطاع هذه هي المناهل التي يتحدث عنها دعاء الندبة الشريف ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاذ لها ولا انقطاع متى نرد مناهلك الروية فنروى إنه في زمان الغيبة والداعي هنا قطعا هذا بتعليم إمام زماننا الداعي هنا والمناجي هنا يخاطب صاحب الأمر يريد من صاحب الأمر أن يرشده إلى المناهل التي يستطيع من خلالها السير في الطريق إليه لأن المناهل هي منازل في الطريق فيقال المنهل الفلاني في الطريق مثلا من العراق إلى الشام في هذا المنهل ينزل الناس للاستراحة ولكي يأمن من قطاع الطرق فهناك حراس في المناهل كي يشرب الماء كي يغتسل كي ينظف أجسادهم وثيابهم إنها منازل الطريق إنها المواطن التي يتوفر فيها الماء النظيف الماء الصافي الماء العذب هل هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل نستطيع أن نلتقيك يا ابن رسول الله هل يتصل يومنا منك بعدة فنحضى أو هل سنحصل موعدا منك للقائك متى نرد مناهلك الروية فنروى ارشدنا يا ابن رسول الله إلى العيون الصافية التي تأتي مياهها من قبلك لا جرم أن من علم الله من قلبه الصادق يقول وهو يتحدث عن الشيعي المخلص الذي ينقذه إمام زماننا من ضلال الحوزة الطوسية القذرة لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الأعلى وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب هذه هي المناهل التي يتحدث عنها دعاء الندبة متى نرد مناهلك الروية فنروى هذه منازل في الطريق توصل إلى الغاية لازلنا في زمان الغيبة هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل هناك من طريق من سبب من واسطة توصلني إليك إن لم يكن هذا هل هناك من موعد هل يتصل يومنا منك بعدة فنحضر إن لم يكن هذا أين مناهلك الروية ارشدنا إليه متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى الصدى أشد العطش أعلى درجات العطش الصدى هذا في لغة العرب أهل الأدب يعرفون هذا فإن الصدى هو أشد العطش إذا كان للعطش من درجات فإن أشد العطش هو الصدى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى وفي نسخ متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى الأبلغ والأفصح والأجمل أدبيا متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى ننتقع نتروى نتروى بحيث نصبح لسنا بحاجة إلى ماء نتروى متى ننتقع متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى هذا كله في الطريق إليه نحن في زمان الغيبة قناة القمر ماذا تقولون هل هي من هذه المناهل ومن هذه العيون التي تستطيع الشيعة أن تردها أو لا هذا أمر راجع إليكم قلت لكم قبل قليل تابعوا برامج القمر وتابعوا غيرها وشخصوا المنهل الصحيح شخصوا المنهل الذي منه ستشربون وفيه ومنه ستنتقعون متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا هذا هذا في الغيبة أيضا أتعلمون متى يأتي الظهور متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ هذا هو الظهور متى متى نغاديك ونراوحك صباحا ومساء نراوحك عند المساء المغادات عند الصباح والمراوحة عند المساء يغدو ويروح صباحا ومساء المغادات عند الصباح والمراوحة عند المساء متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا مر علينا هذا من كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة مية وثمانية واربعين إنها الخطبة الخمسون بعد المئة أمير المؤمنين يتحدث عن زمان الفتن وعن غيبة إمام زماننا فيصفه من أنه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ماذا يقول أمير المؤمنين ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصر القين هو الحداد والنصر السيوف الأسلحة ماذا يجري لهم بفضل إمام زمانهم تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون يغبقون عند المساء كأس الحكمة بعد الصبوح هؤلاء هم الذين يعيشون حالة المغادات والمراوحة ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو ونك يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون في العلم متى نغاديك ونراوحك فنقر عين ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هؤلاء هم الذين صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة قلت لكم هذا النص أتحدث عن دعاء الندبة الشريف هذا النص نص معرفي متميز جدا ومعبأ بالكثير من المضامين العميقة جدا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى في الغيبة هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى في الغيبة متى نرد مناهلك الروية فنروى إنها المناهل في الطريق إليه في الغيبة أيضا متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى طال الصدى بسبب طول الغيبة فنحن في الغيبة أيضا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا إنما تستقر العيون حينما تكون الغيبة عندنا بمنزلة المشاهدة وحينما تتحكم فينا العقول والأفهام والمعارف الواضحة التي ننهلها من عيونهم الصافية ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح إنها المغادات والمراوحة الإمام هو الذي يتواصل معهم متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك هذه رؤية مفتوحة ولقاء مفتوح إنه زمان ظهور متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر هذا هو الظهور العبائر السابقة تتحدث عن زمان الغيبة وعن الزمان الذي يضع الإمام المناهل لشيعته لكن هل سيوفقون للوصول إليها هذا أمر راجع إليهم متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ نحف بك هذه الكلمة مهمة جدا لابد أن نقف عندها إنها تشير إلى الذي حدثتكم عنه قبل قليل التيار التيار من بحار من بحار من بحار الأنوار للمجلس وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان إنها الصفحة الثامنة بعد الثلاثمئة الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا به الفضيل ابن يسار الإمام الصادق يحدثنا عن أصحاب القائم عن الثلاثمئة وثلاثة عشر كأن على خيونهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام يطلبون بذلك البركة ويحفون به يحفون به يحيطونه من كل مكان ويحفون به يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم ويحفون به إنهم يحولون فيما بينه وبين الأخطار والأضرار التي يتوقعون وصولها إليه هم يستقبلون تلك الأخطار والأضرار يحفون به يحيطون به قطعاً هذا المعنى نسبي هنا وهذا الحديث قرأته عليكم إنني أقرأ عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس ما جاء مروياً عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وهو يخبرنا عن أحوال قبر الحسين في قادم الأيام في زمان قريب من عصر الظهور الشريف كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره أحاطت به من جميع الجهات إنها كثرة متكاثرة وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره أعتقد أن المعنى صار واضحاً حينما نقرأ في الدعاء ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ تأم الملأ تأم العالم فلابد من كثرة متكاثرة حوله حتى تحف به إنه التيار الفكري العقائدي المجتمعي الذي يتهيأ قبل ظهوره الشريف هو هذا الذي سيحف به الذي سيكون أقرب إليه من سائر المجموعات الأخرى إنه التيار الذي يفترض فيه أن يكون على المنهج اليماني أو على المنهج الذي يكون أقرب ما يمكن أن يكون من المنهج اليماني متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصري ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ تيار حقائدي فكري يماني مجتمعي هو هذا الذي يتحدث عنه دعاء الندبة الشريف هؤلاء في النجف جهال لا يفقهون شيئا من حقائق هذه النصوص أتعلمون لماذا لأنهم انتهجوا منهج النواصب في فهم النصوص هذه النصوص لا تفهم إلا من خلال موسوعية في هذه النصوص في حفظها وتحقيقها ودراستها إلا من خلال منهج لحن القول إلا من خلال معاريض كلامه إلا من خلال قواعد المنطق العلوي في التفهيم دققوا النظر في هذه العبائر مرة أخرى ستجدون ما ذكرته لكم ينطبق انطباقا كاملا على هذه العبائر هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى في الغيبة هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى في الغيبة متى نرد مناهلك الروية فنروى في الطريق إليك في الغيبة وما بعدها القرينة واضحة فقد طال الصدى طال العطش الشديد إنها الغيبة الطويلة متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينه هؤلاء الذين يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء الناصر لماذا قال الدعاء من أن الإمامة نشر لواء الناصر ولم يقل من أن الإمامة نشر لواء الفتح لأن لواء الفتح سيكون في آخر الأمر في أول الأمر إنه لواء النصر أتعلمون ماذا تعني كلمة النصر كلمة النصر تعني أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه ربما ربما شع استعمال كلمة النصر في زماننا لكل انتصار عسكري معنويين لكل انتصار معنويين لكن معنى النصر في الدقة هو أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه لواء النصر هو لواء ثارات الحسين من هنا فإن سورة النصر سميت بسورة النصر لأنها سورة الحسين إذا جاء نصر الله والفتح هناك نصر وفتح النصر هو النصر الحسيني لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل ولكن الدعاء ذكر لواء النصر وما ذكر لواء الفتح لأننا نتحدث عن بداية مرحلة الظهور وعن نهاية عصر الغيبة الطويلة الذي انتهى عند هذه العبائر متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عين ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هنا انتهى زمان الغيبة متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر هذا هو لواء الثأر لواء النصر لواء الثأر وما هو بلواء الفتح الفتح النصر الكامل الغلبة الكاملة اما النصر فان المظلوم يأخذ حقه من الظالم متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ نحف بك نحن الجمهور ونحن القاعدة الجماهيرية التي تنتظرك يا بقية الله من هنا أقول لكم بادروا بادروا إلى صناعة تيار تيار جماهيرية بغض النظر أدركنا عصر الظهور أم لم ندرك عصر الظهور فهذا التيار سيتسع ويتولد منه تيار أكبر في الأجيال القادمة سارعوا يا شباب الشيعة الفرصة مؤاتية صدقوني الفرصة مؤاتية مؤاتية جدا سارعوا لصناعة تيار فكري عقائدي مجتمعي على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي اشتغلوا على الاثنين معا بكل جهودكم أنتم كثيرون صدقوني كثيرون أنا لا أقول هذا الكلام افتراضا أنا أقول هذا الكلام عن علم وعن متابعة وعن دقة في المعلومات أنتم كثيرون لا أتحدث عن بلد بعينه حيث ما كان الشيعة أنتم كثيرون تواصلوا إذا كنتم في بلد واحد يمكنكم أن تتواصلوا بسهولة على أرض الواقع أن تتواصلوا تواصلا حسيا وإذا كنتم في العديد من البلدان تواصلوا عبر العالم الافتراضي بادروا إلى نصرة إمام زمانكم لا شأن لكم بما يدور حولكم من الأوضاع السياسية أو من الصراعات الدينية أول شيء تعلموا العقيدة السليمة والأمر الآخر بادروا للتواصل فيما بينكم بقدر ما تستطيعون أقولها لكم وحق الزهراء البتول هو هذا الذي يريده منكم إمام زمانكم هذا هو الذي يريده صاحب العمر أن تنالوا العقيدة السليمة وأن تشكلوا تيارا مجتمعيا عقائديا فكريا ممهدا في الوسط الشيعي لظهور إمام زماننا أدركنا الظهور أم لم ندرك الظهور فإننا نشكل أرضية سليمة تحافظ على العقيدة السليمة مثلما أسعى في أن أضع لكم حدودا للعقيدة السليمة من خلال مصادرها الصحيحة عليكم أن تسعوا أيضا لحماية هذا الفكر لا في كتاب ولا في برنامج تلفزيوني كما أفعل وإنما في واقع مجتمعي وكذلك في واقع افتراضي لأن الواقع الافتراضي صار اليوم جزءا من حياتنا فعليكم أن تعملوا على مستوى الواقع الخارجي على الأرض وعلى مستوى الواقع الافتراضي الألكتروني وإلا فإن العمل سيكون ناقصا العمل على الواقع الأرضي الخارجي سيكون ناقصا من دون العمل على الواقع الافتراضي وكذاك هو العمل على الواقع الافتراضي من دون أن نجد له كيانا واقعيا خارجيا على الأرض سيكون عملا ناقصا لا فائدة فيه الصورة واضحة تدبر في دعاء الندب هذا الدعاء يفترض أن يقرأ في كل جمعة يعني أن الإمام الحجة في كل جمعة يطالبكم بصناعة تيار فكري عقائدي مجتمعي وإلا كيف ستتحقق هذه المضامين أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ إلى هنا ينتهي الجزء الأول من رسالة قناة القمر إلى كل شيعي منتظر وإلى كل شيعية منتظرة ممن يشاهدون برامج القناة ويتابعونها نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله